النهاردة قام وفد أمريكي من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عن ولاية كارولاينة الجنوبية بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار زيارتهم الحالية لمصر وتوقف أعضاء الكونجرس الأمريكي عند أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة وعبروا عن إعجابهم وإشهدتهم بما تم إنجازه على الأرض وعبر أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن إعجابه بالعاصمة الإدارية وقال إنها جميلة ورائعة وإنه من الجيد جدا أنه يتم إنجاز كل هذا العمل في وقت قصير وقال شعبكم هو من بنى الأهرامات وأقول هول أنتم رائعون ومهرة وأنا مندهش جدا بكل هذا الإنجاز وأثناء النائب ديفيد ويكس على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصري لرؤيته اللي جعلت كل هذه الأمور تحدث وفي نهاية الجولة عرب الوفد الأمريكي عن دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادي اللي بتتبنى مصر ولمس تميزها على وجه الأرض موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر